تواصل الدولة بدل جهودها في سبيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يأتي ذلك في حين تشهد حركة الشحنات هبوطا حادا وسط أجواء مضطربة تشهد تصاعدا خطيرا على الصعيد العمليتي داخل القطاع المزيد يستعرضه لنا الزميل باسم أبو العنين تحياتي إليكم من أمام معبر رفح البرية الفاصل بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة لازمنا نرصد حركة الشاحنات اليوم الأحد بعد استئناف حركة الدخول والخروج عبر معبر كارم أبو سالم وكما نرى في الخلفية لدينا الشاحنات التي تخرج اليوم تم دخول سبعة عشرة شاحنة محملة بالمواد الغاثية تقريبا خرجت جميعها الآن إلا شاحنتان فقط هي التي أفرغت حمولتها حتى الآن أما بقية الشاحنات كما نرى جميعا تخرج مرة أخرى من الطريق المؤدي إلى معبر كارم أبو سالم الذي يبعد عننا من هنا نحو ثلاثة كيلو مترات وفيما يبدو أن سياسة التصعيد الإسرائيلية ضد استقبال الشحنات الغذائية للشعب الفلسطيني تزداد يعني النهاردة لما يدخل إلى قطاع غزة سبع عشرة شحنة فقط في حين أنه في الماضي كان يدخل أكثر من مائة ومائتين وثلاثمائة شاحنة في اليوم الواحد اليوم سبع عشرة شاحنة فقط وأفرغت الحمولة شاحنتان فقط والباقي كما رأينا عاد جميعا نسبة لشحنات الوقود هناك تسع شحنات عبرت للجانب الآخر خمس منها كانت محملة بالسولار وأربع محملة بالغاز الطبيعي هذه جميعها قد أفرغت حمولتها وذهبت إلى الأشقاء في فلسطين في غزة المزيد من السيارات كما نرى تقريبا السبع عشرة سيارة معدى السيارتان الفارغتان كل السيارات خرجت أمامنا وحتى قبل بدء البث كان هناك سيارات تخرج محملة بالمواد الغاثية إلى قطاع غزة وبهذا نستطيع أن نقول أن قطاع غزة لم يستقبل اليوم سوى شاحنتان فقط من المساعدات الإغافية أعود إليكم